السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة هنعمل حالة سهلة وسريعة ولذيذة ومنعش سمتها اكواب السعادة لانها فعلا يعني تكليها تحس بالسعادة شايفين شكلها مبهج مشاء الله لايكات وشير يلا نبدأ الوصفة هنبدأ اصحابي عندي هنا المعادير هكتبها لكم فيه سندوق الوصف اتنين كوم من الحليب ويفضل حليب كامل الدسم هنضيف عليها تلات ملاعق سكر والتحليه طبعا حسب الرغبة تقدروا تطعاموا وتدوقوا ولو حبيته تزيدوا ممكن تزيدوا هحط اربع ملاعق ممسوحة كبيرة معلقة اكل طحين او دقيق ابيض واتنين معلقة نشا اللي هو الكورن فلاور هنقلب كل المكونات على البارد وننتقل على الغاز لازم تحريك مستمر عشان ما يحصلش مني اي تكتلات او يعمل تخريزة كده النشا والطحين هنا اصحابي القوام خلاص بدأ يسمك هوا زي ما انتم شايفين ممتاز هبدأ اضيف نص معلقة فانيلا او لو تحبوا ماء ظهر ماء ورد النكهة اللي بتحبوها ومعلقة كبيرة زبدة وهنقفل الغاز خلاص والزبدة هتدوب على حرارة البودنج بتاعنا هنضيف كيس واحد من او مغلف من الدريم ويب اللي هو الكريم شانتي البودر اي كريم شانتي ده وزنه اربعين جرام وبعدين هنبدأ نخفقه بالمضرب الكهربائي هيدي قوام ناعم للبودنج ويبقى مثل الحرير بالزبط كريم جدا زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصنا المحلبية هبدأ اصبها في الاكواب زي ما انتم شايفين هنا هضيف بس يعني تقريبا 3 اربع الاكواب الصغيرة اللي معي هنبدأ نعمل مهلبية ده اللي هو روح افزة اللي هو سيرة بالورد هي الالوان بتطلع غريبة في الكاميرا هو لونه طبعا بينك بس مش عارف ايش اللون الغريب اللي في الكاميرا المهم اضفت كوب من المية حطيت حوالي ربع كوب من روح افزة اللي هو سيرب الورد او شراب الورد واضفت المعلقة كبيرة نشا طبعا مش هنضيف سكر لان السيرب الورد هو اصلا مسكر وهننتقل على الغاز وبرضو مع التحريك المستمر حتى يبدأ القوام في السمكان بس الالوان بتطلع غريبة شايفين هنا اللون او اللون بقى بينكي يعني او فوشي يعني درجة الورد دي يعني هي دي درجة الورد هجيب بقى اكواب تانية او كسات يعني او بولات حسب ما تحبوا اي حاجة هتحبوا تصبوا فيها حطتها في القلب بتاع الكوب كيك وخلتها ميلة شوية كده وهنزل على اساس اعبي نصها من مهلبية سيرب الورد اهو زي ما انتم شايفين وهدخلها التلاجة او الفريزر عشر دقايق بس تمسك نفسها وتاخد شكل الميل ونرجع هنا بقى اللي احنا عبناهم اه نصهم اللي هو البودنج الفانيلا هضيف عليهم مهلبية سيرب الورد اكملهم وهنا اهو بعد ما جمدت هنكملها بالبودنج الفانيلا طبعا هدخلهم التلاجة اه عشر دقايق ربع ساعة وازين الوجه كده بالفزدق وبورق الورد بما انها مهلبية سيرب الورد يعني سهلة وسريعة واللون اللون صراحة في الحقيقة غير اللون ما هو طالع على الكاميرا صراحة اللون وردي فوشي كده في الكاميرا طالع حاجة غريبة صراحة طعمها لذيذ جدا سيرب الورد منعش مع بودنج الفانيلا اه يعني انصحكم تجربوها ولذيذة وشكلها اصلا مو بهج ليه العين يعني العين بتاكل قبل التم يعني شايفين القوام بتاع البودنج اصلا يعني ما شاء الله حاجة كده يعني بتدوب في التم كده حريري يعني كأنها مثل الحرير بالزبط ان شاء الله تجربوها وتتبستوا عليها ما تبخلوش عليا باللايكات والشير والسبسكرايب المقادير كلها اكتبها لكم في صندوق الوصف سراماريكو